بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على الشرح والسنين نناصر في التيتوريال Chapter 7 Heat Exchanger Sample Problems 7.3 Heating Water in a Counter Flow Heat Exchanger هنا عندنا Counter Flow لأنه في هذا الاتجاه في حين أنه في هذا الاتجاه إذن Counter Flow Counter Flow Double Pipe Heat Exchanger is to heat water from 20 to 80% بفلورات 1.8 الإنر ديامتر تبع هذه البايب التي تعتبرها thin يعني رقيقة جدا ما فيه resistance عند السيرفز هنا Thermal Resistance The heating to be accomplished by Geothermal Water available at يدخل عندك Geothermal Water ب160 degree Celsius بفلورات 2 كيلوغرام المطلوب منك هنا باعتبار أنه overall heat transfer of this heat exchanger ساوي 640 determine the length of the heat exchanger required to achieve the desired heating ماذا معنى هذا الكلام يقول لك أعطاك 20 degree Celsius water قال لك cold water 20 degree Celsius بفلورات 1.2 كيلوغرام الديامتر تبعها 1.5 يقول لك أنا عايزك تطلع لي temperature عند الآو 3.80 تسخن لهذا الواتر إلى 80 ف أيش الطول اللي محتاج له إذا نحن نحتاج لأنه هذا الهيت exchanger يكون طول كذا أولا بدنا ناخذ البروبرتيز تبع بدنا ناخذ الهيت of water and geothermal تبع الواتر هي 918 طبعا عند average temperature بين 20 و 80 بالنسبة للواتر عند 160 اللي هو geothermal fluid اللي هي 4.31 كيلو جول بير كيلو جرام كالب هلأ بدنا نشوف من ناحية اللي هو الcold water الكيلو دوت تساوي الان دوت معروفة cp اللي هي 4.18 tout اللي هي 80 عندي هنا tn اللي هي 20 إذن جبنا الكيلو كمية الحرارة اللي انتقلت من هنا إلى هنا nothing that all of this heat is supplied من وين جاتنا هذه الهيت أصلا جاتنا من هو geothermal water هو كل الحرارة هذه جات من عنده إذن كيلو دوت ممكن كمان نقول عنها نجل نفسها m دوت cp tn minus tout geothermal tn minus tout tout هنا ما هي معروفة لكن q دوت معروفة cp معروفة m dot معروفة tt 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 cp tt tt cp 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 صارت معروفة عندي عند ال out هنا إذا صار ممكن نحسبه Logarithmic mean temperature difference أولا نشوف عنده النقطة عند ال end هنا 1 th in 160 t cold عند ال out تساوي هنا عنده النقطة 2 ثانين تساوي th out 125 تساوي 105 نجيب منها Logarithmic mean q. u delta t l m حسبناها إذن الوحيد المجهول عندنا هنا هو ts surface area تساوي q. معروف q.tlm 5.11 m2 ايش نقصد بها هنا ال as هنا اللي هي surface area تبع pipe هذه to provide this much heat transfer surface area the length of the pipe of the tube must be as تساوي pi d l pi d المطلوبة في طول هذه pipe طول هذه pipe اللي هو مطلوب مننا أصله والوحيد المطلوب مننا المجهول هنا إذن نطلع ال l تساوي 180 إذن ما دام أنت كمهندس ودك تصمم ودك تقول أنا ودي هذا ال heat exchanger يصير طوله 180 إذا ودكم فعلا الدخل ال water عن درجة حرارة 20 بflow rate طبعه 1.2 وطلعوه بدرجة حرارة 80 بشرط أنه طبعا في الناحية الثانية يكون عندي 162 كيلوغرام إذن أنت تقول هذا ال heat exchanger المفروض يكون طوله كام يكون طوله 100 وثماني علشان يحقق المطلوب منهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته